مواجهة عنيفة وقنص وتدمير للمنازل في عزلتي الحيمة شمال مدينة تعز منذ منتصف هذا الشهر تجددت الاشتباكات بين أهالي منطقة الحيمة من جهة والعناصر المسلحة التابعة لمليشيا الحوثي التي تسيطر على المنطقة من جهة أخرى ويعز السبب في اندلاع أحدث المواجهات في هذه الجبهة إلى مصرع قياديا ندعى أبو المعارك إثر مواجهات مع الأهالي الذين كانوا يحاولوا مصادرة أراضيهم الزراعية في المنطقة ما أدى إلى مواجهات شاملة سقط خلالها عدد من عناصر الميليشيا إلى جانب استشهاد مدنيين اثنين أحدهما طفل وإصابة آخرين بينهم أطفال نتيجة أعمال القنص وخلال الساعة الماضية فجر الحوثيون منزلين للمواطنين محمد الكحيل وعبد الفتاح عطا بعد وضع كميات كبيرة من المتفجرات في هذين المنزلين كما استهدفت الميليشيا بالتفجير بئرا ارتوازية تابعة لأحد القيادات الميدانية للمقاومة في المنطقة الميليشيا الحوثيات تمارس أبشع الانتهاكات في حق المواطنين في قرى الحيمة هؤلاء الناس الذين يدافعون عن أنفسهم قتل النساء أكثر الأن ضحايا من النساء من الأطفال ترويع المواطنين تفجير أبيار المياه الشرب انتهاكات قسيمة حتى الحيواني أخي لم يسلم أمس القراش الناقات الدواب الناقل للمياه يأتي ذلك فيما تستمر أعمال تهجير المدنيين مع تجدد هذه المواجهات وسط تعزيزات كبيرة لميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك مدافع الهاوزر وأطقم مسلحة برشاشات الثقيلة والمتوسطة مقابل شحة الإمكانيات التي يعاني منها الأهل في هذه الجبهة ويشكو مقاتلو المقاومة في هذه المنطقة من غياب للدعم من جانب الحكومة والتحالف في وقت تتضاعف فيه معاناة سكان قرى الحيمة بسبب استمرار أعمال القنصة التي يذهب ضحيتها مدنيون بشكل شبه يومي جبهة أخرى مخضولة في محافظة تعز لا يلتفت إليها أحد في الوقت الذي تتكدس فيه الأسلحة في طرف آخر من المحافظة لغايات يبدو أن تحرير المحافظة وعودتها إلى حضن الدولة أبعد أهدافها